تعتزم السلطات الجزائرية طرح حصص من ثلاثة بنوك مملوكة للدولة على الاكتتاب العام عبر البرصة في خطوة تعاول عليها الحكومة لتوسيع تدخل المنظومة البنكية في تمويل الاقتصاد بالتزامن مع الاعلان عن نية الاستئناف منحط رخيصة لاستحداث بنوك خاصة بعد نحو عقدين من تحليقها نتابع بعد عقود من التسيير الإداري البنوك الجزائرية مقبلة على عهد جديد من الانفتاح والتأطير بكشف الحكومة عن نيتها طرح حصة من رأس مال ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في مرحلة أولى للاكتتاب عبر سوق الأوراق المالية نحن نعرف أن تنشيط هذا السوق يحتاج إلى المنافسة في السوق وهذه المنافسة مفقودة في المنظومة البنكية الوطنية وبالتالي فالذهاب نحو الخوصصة مهما كانت صيغة هذه الخوصصة سواء كانت في رأس المال أو خوصصة التسيير بالنسبة للبنوك فإن ذلك سوف يعطي الدفع لهذه البنوك في حال ما إذا الأطراف التي سوف تدخل في رأس المال هذا البنك أو التي سوف تقتني جزء من رأس المال هذا البنك أو أنها تتولى تسيير البنك العمومي يمكن أن تحسين من أداء البنك من حيث تحسين المنتجات البنكية المطروحة في السوق وتسهيل عمليات التمويل في صالح الاقتصادي وفي صالح المؤسسات بصورة عامة خطوة تعول عليها السلطة الجزائرية لإثباء مزيد من المرونة والعصرانة في تسيير الكيانات البنكية العمومية والأهم من ذلك تكييف خدمتها وفق حاجية السوق بزيادة حجم تدخلها في تمويل الاقتصاد رايح هي يعطي دفع من حيث تنويع المنتجات البنكية من حيث الاستجابة لخصوصية طالب القرد لأن طالبات القرد فيها خصوصية حسب خصوصية المشروع وفي بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للاستجابة الفهورية للطالب على القرد وبالتالي فلابد من مرونة في العلاقة ما بين البنوك والمتعملين الاقتصاديين وهو الشيء المفقود حاليا وبالتالي فاعملية فتح رأس المال من أجل تحريك القدرات المنكية تحرك إصلاحي يأتي بالتزامن مع تراجع الودائع المتاحة في محافظ البنوك الناشطة بالجزائر لأقل من سبعة ملايير دولار بنهاية سبتمبر الفارق في وقتين تستحوذ البنوك العمومية الستة على خمسة وثمانين في المئة من المعاملة البنكية بالبلاد اشتركوا في القناة